فرصة وانت معايا وفي قضية قلب الدنيا موضوع التسنيل والنادي الأهلم برح كان ليه خطاب وبيان رسمه بطلب اتحاد الكورا ان يقوم بمصولياته في الجزئية دي طبعا وكان الكابتن علاء نبيل وهو حاليا مدير فن الفرق القطاعات او المنتخبات الشباب في اتحاد الكورا قال لي احنا اكتشفنا عشر حالات لعيبة مسننة في مواليد 2008 وانت حاليا في قطاع ناشئين بداخل تجربة جديدة المشكلة دي حلها ايه؟ وليه الاندية بتلجأ لده؟ او للاعيبة بتلجأ لده؟ والاندية دورها ايه في حل الموضوع ده؟ والله هي ملهاشة لتفسير واحد هو محدش قادر علينا فوق ده رقم واحد فرقم اتنين هم يقولوا لك احنا نصبر النادي بتاعنا اللي احنا ناخد بطولة من النادي الاهلي فده من الصح احنا في النادي الاهلي ما بنعتمدش على البطولات في الناشئين على قد ما بنعلم الناشئين بتاعتنا محمد على قد ايه بنزرع فيهم الشخصية قد ايه اللي احنا بنأهله من اللي هو يبقى بطل قد ايه بنأهله اللي هو يبقى ناجح لما يوصل للدرجة الاولى هو بيبقى خلاص عنده الشخصية وعنده الكارير اللي هو يقدر يتحمل المسئولية احنا بنعلم كده في النادي الاهلي مش بنعلم الناشئين بتاعتنا اللي احنا نكسب 100 سفر يا فرحتي ما نكسبت 100 انا استفدت ايه؟ يمكن انت الاستفادة الحقيقية لما يبقى معاك واحد زي كابتن بدر رجب واحد زي كابتن وليد سليمان واحد زي كابتن محمد شوي واحد زي كابتن احمد ناجي الناس دي مش دورها اللي هي تقولك اكسب 10 او اكسب 20 قد ما دورها اللي هي بتزرع فيك الشخصية قد ايه؟ الناس دي بتعلمك وبتفاهمك عشان لما تطلع الدرجة الاولى تقدر اللي انت تستوعب وتقدر تتحمل الضغط النفسي والضغط الزهني والضغط العصبي وتقدر اللي انت تبقى مسؤول عن نفسك فانت دايما عندنا قطع الناشئين احنا بنتعامل كده بالطريقة دي مش بنتعامل يا محمد للأسف اللي انا كسبت 10 دلوقتي انا كسبت 10 دلوقتي انا مستفدت اللي استفدت اللي عطل عيب ولا كسبته خلاص بالضبط يمكن انت معلش يا محمد لما تعلم اولادنا كده في النادي بتاعنا تعلمهم قد ايه اللي انت بتزرع فيه الشخصية وقد ايه بتعلمه اللي هو يبقى شخص معتمد على نفسه وصاحب قرار يعني انت دايما تلاقي اللاعب نادي الاهلي مختلف عن اي لعب والله العظيم ده حقيقة ده حقيقة دايما اللاعب النادي الاهلي اللي طالع يعني انت بتشوف كوكا ما ابني النادي الاهلي بس عند شخصية بقولك ايه انا لما لعبنا نهاية ما شاء الله يعني لما لعبنا نهاية افريقية عمام الترجي حسبت وقتها اللاعبة اللي بتلعب في المباراة الهائية كم واحد من ولاد القطاع كتير تخيل انا وصلت لفكرة ان عندك اكتر من نص 60 من ولاد القطاع طبعا انت عندك معلش يعني زي ما انا ببتكلم معاك انت بتشوف كوكا مثل مثال من ضمن الناس اللي احنا بنتكلم عليها عنده شخصية ما عندوش رهبة ولا خايف بيستلم تحت ضغطه بيشوت وبيلعب ويعمل كرسات ولنجباس ويروح يلعب بكليفت حاضر يلعب دفندر تالت حاضر يلعب في اي مكان انت محتاجه لان ده اللي انا بقولك عليه ده المراحل دي مش كوكا وصل كده من فراغ كوكا وصل من مراحل الناشئين اللي احنا قدي ايه الناس دي بيتقوا ربنا وبيزرعوا فيك الشخصية عشان نأهلك اللي انت تبقى في الموقف دوت فانت تبقى مسؤول عن نفسك راجل صاحب قرار راجل صاحب شخصية يمكن احنا مش دورنا في قطاع الناشئين في النادي الهلي نكسب عشرة نكسب خمسة نكسب ستة ده مش دورنا احنا دورنا اللي احنا نزرع فيك الشخصية احنا محتاجينك فوق فاحنا بنعلمك الدور دو طيب مش المفروض الاندية وهي بتعمل اختبارات وبتضم لعيبة حتى من اندية تانية وانت حتى لسه في بداية المرحلة السنية يتعمل الاختبار اللي هو الطب اللي بيتشاف بيه عمر اللعب أو سن اللعب ليه بيتساب لغاية لما يوصل لسن 17 و18 سنة لان الناس دلوقتي محمد بتستسهل في الاندية الناس دلوقتي ما بقاش عندها اللي هي طولة بال زي ما بيبقى في المؤسسات الكبيرة النادي الاهلي مش مجرد نادي يا جماعة النادي الاهلي مؤسسة كبيرة قدي ايه عنده طولة بال وقدي ايه اصلي الناس دي اللي انا ذكرت اسميها كابتن بدري وكابتن احمد ناجي وكابتن والد سليمان وكابتن محمد شوي الناس دي مش بتنزل من الساعة 9 الصبح عشان خاطر اللي هي تقعد في القضة وتغذر الناس دي دورها اللي هي زي ما بردو كارجع وقولك قدي ايه اللي هم بيأهلوك قدي ايه بيأسسوك قدي ايه بيخلوك تعد على مراحل عشان لما تطلع الدرجة الاولى تقدر تحافز على النعمة بتاعتك يمكن انت محمد دلوقتي الناس كلها في معظم الاندية بتستسهل يعني انت معلش مطشئن بالاخير والاهلي الالفين وخمسة الراجل مش انا بكبر منه انا خمسة وثلاثين سنة سيبك من شكله يعني سيبك من الشكل يمكن باين عليه انا بتفرج على المطشو وانا في البيت تكوين العضلة والله حتى انا كلمت شكري بعد الستوديو يعني اتكلمت مع شكري قلت له يا ابن يا حبيبي باين عليه من اللعب والجري بتاعه انا اعرفه دي شغلانتي اعرفه افهم اللي اللعب دوت بيقدر يجري كابتن اسامة حسني اشياءت بالموضوع ده واتكلم في الموضوع دوت يا محمد الموضوع بجد يعني سيبك من الشكل بتاعه وصيبك من دقن وصيبك من شنب وصيبك من كل دوت الراجل يعني ده متجوز متجوزه مع ثلاثة عيال تقريبا يعني والله ما بهزر بس الكصة كلها باين من طريقة لعبه يعني باين الفرقات ما بيني وما بينك اللي أنا فارق باربع سنين أو خمس سنين الكصة دي كتفى أفريقيا لسنوات طويلة وكنا بنعني منها للأسف انتقلت الظاهرة دي للملاعب المصري طب اقول لك على حاجة تانية النادي الاهلي في ميزة في قطاع الناشئين انا ماينفعش اقولها يعني عشان الناس متاخدهاش وتعملها يعني النادي الاهلي دايما في قطاع الناشئين لو سر الشغلانة يعني هقول لك على حاجة يعني في النادي الاهلي دايما بيلعبوا الموليد الأكبر من السن بتاعهم يعني هم بيطلبوا في القطاع في النادي الاهلي يعني مثلا انت ترايح دلوقتي تلعب 2012 بيجيب لك الفرق الأكبر من 2012 عشان الأولاد يحتكوا بيهم عشان لما يجوا لعبوا السن بتاعهم في الدوري والمسابقات بتاعتهم يقدرون اللهم يستفادوا بالاحتكاك دوت أه يعني توصد مثلا أنت جاي بفرقة 2012 تمام بتلاعب الأهلي 2014 لا لا ألاعب الأهلي اللي هو because of the guys ляется اللي أنا فاهمة أه أي мама ألاعب الأصغر الأصغر بالظبط والنادي الأهلي يلاعب الأكبر أهو بيطالب اللي يلاعب الأكبر أنت جاي بفرقة 2012 هو عايز يلاعب الفريق اللي هو الأكبر 2012 بس أنا في إيهتني كأهلي 2014 2015 إستداءة الاحتكاك يا افضل لما يجوا بقى يلعبوا في المسابقة بتاعتهم على 2014 هم خلاص يعني أنا لعبت تم أنت كده كشفت سر الشغلانة مش كشفت سر الشغلانة أنا عايز أوصل رسالة للناس أوصل رسالة محمد للناس إيه بقى اللي النادي الأهلي والله والله يا جماعة مسابق في حاجات كتير جدا يعني في حاجات كتير قوي دي فكرة على فكرة دي جزء استراتيجية شغل اختار ناشيين على فكرة ما أنا بقولك يا محمد الناس دي مش بتنزل الصبح تقعد في المكتب لا 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 الناس دي شغالة وأنا بروح وبتابع المتشاط بتاعت الناشيين أنا بحب دايما بحب لعبت الكرة وبنتمل النادي الأهلي فطبيعي إلا أنا في أوقات كتير بروح إلا أنا أتفرج على المتشاط فأدي إيه أرجع للموضوع بتاعنا اللي انت فتحته في الأول يا محمد أدي النادي الأهلي مش بيعتمد على المكسب والخسارة أدي ما بيعتمد على الولد دو تيزرعه في الشخصية